مساء الخير يا رب تكونوا بخير انطلقت ورشة التسعين يوم مع حلقة بودكاست ريهميات رقم 164 الحلقة صدرت بمنتصف ليل الخميس الجمعة يعني اليوم الفجر ببقى حطة الحلقات انا وبرمجتن اتجات اوتوماتيكلي بوبليشت الحلقة فاليوم انطلقت ورشة التسعين يوم لهيك انا عم بعمل هذا اللايف متل ما وعدتكن بالحلقة شيء مشجع جدا فعلا لما لقيت نسبة الاستماع كبيرة للحلقة تحياتي لكل الاشخاص يلي مستنين للحلقة ومخططين ومشتركين بورشة التسعين يوم لحتى ضغري سمعتوها من اول ما صدرت هذا اللايف عن انطلاقة ورشة التسعين يوم لو انتي ما انضميتي لقائمة المراسلات لسه ما اشتركتي بورشة التسعين يوم بشجعك انك انتي تضلي معنا لاخر هاللايف لحتى تعرفي التفاصيل وتقرري انك تنضمي لنا من البداية خالص الورشة هي مجانية تماما برجع بعيد وبأكد انه هي ورشة مجانية تماما لمدة تلات شهور تسعين يوم عم نختم فيها سنة 2024 ونستعد لسنة 2025 الورشة محتاجة انتي تنضمي لها لحتى يوصلوكي اوراق العمل هلأ اليوم اول مسج اول ايميل رح يوصل للكل او لمعظم الاشخاص فبشجعك من البداية انه تنضمي للورشة لحتى نكون مع بعض عم نمشي هالرحلة اجندة اللايف تبعنا متل ما تعودتوا باللايف انا بحترم وقتكم كتير فلهيك رح لكم شو رح نكون عم نتناقش اليوم انا كاتبين نوتس عندي على اللابتوب رح نكون عم نحكي عن المستجدات يلي هي حولينا يلي ما فينا ننكرها اطلاقا رح نحكي عن كلمتين كتير مهمين بورشة التسعين يوم ورح اطمم منكن لو وصلكم للأقرار رح نحكي على الأقرار يلي رح نمضيه وانا بجهزة للأقرار تبعي لحتى ان اوقعه وانضيه معكن رح نحكي عن المحاور الخمسة لورشة التسعين يوم وكمان نجهز ادوات الورشة مع بعض المستجدات اللي حاصلة حوالينا ما فينا ننكرها طبعا لا تقلقوا بودكاست ريهميات ينقى بنفسه عن أي مناقشات أو مجادلات سواء سياسية أو دينية وهذا الموضوع اللي عم بحكي عنه طبعا فيه كتير أمور سياسية ودينية لكن أنا بحس المجادلات السياسية والدينية ليش بودكاست ريهميات بعيدة عنها من تأسيسه بسنة 2018 لأنه بتفرقنا فنحن هدفنا بورشة التسعين يوم أنه نتوحد نتوحد بالإنسانية بغض النظر عن النقاشات اللي حاصلة حاليا نحن بحرب بحالة حرب فعلا أنا يلي فيكن أول مرة بشوف هذا اللايف أنا سورية ومصرية معي الجنسية المصرية مقيمة بمصر ودرست خمس سنين بلبنان بالجامعة أخدت باكالوريوس أربع سنين بالتربية وعملت سنة ديبلوما أنا بعرف أشخاص حاليا من رفقاتي من أساتذتي وبجامعتي عم يشتغلوا بعمليات الإغافة لأنه في كتير مدارس في كمية طلاب بالألفات تسكنت مدارسهم لحتى تتحول إلى مراكز إيواء في كمية أطفال رضع نساء سيدات بنات يفترشون الأرض بمدارس هاي حالة إنسانية من النزوح في نازحين أنا ما بدي أقول كتير مصطلحات لحتى ما ينحجب اللايف ولكن نحن قلبنا معهم ونحن عم نكمل بورشة التسعين يوم لأنه هيشكل من أشكال المقاومة والصمود هدول هني الكلمتين يلي قلت لكم رح نكون عم نركز عليهم بالورشة السؤال هل المستجدات والأحداث اللي حاصلة حاولينا نحن رح نطنشها؟ لا هل هي رح تأثر على الورشة؟ طبعا رح تأثر علينا كيف رح تأثر علينا ما بعرف حلقات بودكاست ريهميات مثل ما قلت لكم اللي ببقى مجهزة من قبل بوقت يلي سمعتوا الحلقة رح تلاقوني عم بحكي على الضوء 7 تشرين الأول أكتوبر 2023 لكن الحلقة كانت مجهزة ومعمولة ومرفوعة قبل الأحداث اللي صارت خلال الأسبوع الماضي أو العشرتيام الماضيين لكن الكلمتين موجودين ومكملين معنا هي شكل من أشكال المقاومة والصمود ورشة التسعين يوم لهيك بشجعك أنه ما أحوجنا بهذا الوقت لبعضنا البعض ما أحوجنا أنه نتحد لحتى نختم سنة 2024 مع بعض لست كنت رح غلط وقول 2023 فعلا السنة عدت بسرعة؟ وأنا حاسة أنه في كتير إشياء نحنا كنا مشلولين فيها كنا بحالة الـ survival mode يعني وفيكن ترجعوا لكتير ريلز أنا كنت عم نزلها وشورتز على اليوتيوب شانل تبعي عن الـ survivors guilt عن compassion fatigue كل ياتها هلأ عم ترجع وتتجدد بإحتياجنا لصحتنا النفسية كيف نراعية في وسط الأزمات والحروب هل وصلك الإقرار؟ أنا طابعة منه صفحة A4 هلأ رح فرجيكم الطريقة نوعاتكم بالحلقة أنه فرجيكم إشياء تختص بالإعداد بأدوات ورشة التسعين يوم عدتكم بحلقة بودكاست ريهمية فرجيكم هاي واحدة من الاقتراحات أنه أنتو تعملوا يعني يكون عندك binder يكون عندك ring binder مثل هاد هي الصورة مقلوبة بس على اليوتيوب رح نزل الفيديو يكون جالس معدول يعني هذا ring binder حطيت فيه الشفافية يلي فيها الإقرار هاي النسخة مطبوعة A4 الإقرار مطبوع A4 هذا هو لو وصلكم هلأ لو ما وصلكم رح إلكم ملحوظة كيف تتأكدوا أنه يوصلكم الإقرار على الإيميل أو على ميسج واتساب حسب أنت كيف تختاري أنا طبعته A5 لأنه عندي ring binder مقاس A5 هلأ فرجيكم أنا شو اللي بعمله بخصوص lifebook وأوراق العمل للورشة هلأ أوراق العمل لما بدي أكتب شي كبير ومهم بطبعه A4 وبحطه بهاي نايلونات اللي فرجيتكن ياها وهلأ رح فرجيكم واحدة ثانية هذا هو الإقرار تبعي طبعتي الإقرار تبعك لو عندك printer تطبعيه أو لو بدك تروحي على المكتبة وتطبعيه أنا الطباعة الملونة بطبعها بالمكتبة لأنه printer تبعي خرباني طبعاً أنا أكدت عليكم بالحلقة أنه تقريه بتمعون وأنك تاخدي وقتك لحتى تكتبيه وتوقعيه أنا طبعاً أنا اللي عاملت وأنا اللي كاتبته لهذا الأقرار فأنا بعرف شو فيه تماماً لهيك رح أنضيه معكم أقر أنا أكتب اسمي الثلاثي ريهام ريهام بدون ياء ريهام عوض جرجور آخر شي رح أنضيه هذا هو التوقيعي والتاريخ 27 إيلول 2024 مضيتم معكم الأقرار تبعي لحتى نعمل ورشة التسعين يوم سوا أنا عندي البنش يلي بخرم فيها للبايندر الـ A5 يلي هو نص الـ A4 معاس الـ A5 نص الـ A4 أنت الـ PDF وصلتك يعني ديجيتال ففيك تطبيعية بأي شكل أنت بتفضلي أنا هذا هو الـ Ring Binder تبعي رح حط الإقرار تبعي فيه أنا خارمت للورقة قبل ما وقعه وفيه Life Book يعني وراء Life Book رح فرجيكم بس نموذج عنه من بعيد أي نعم هي الصورة مقلوبة وهلا رح يحكي لك عن هذا الـ Design فيه كذا Design لـ Life Book بعد ما طبعنا الإقرار بعد ما وقعناه وتعهدنا وتعهد أمام نفسك أنك أنت تكملي الورشة كمان بالـ E-mail وبالـ Message وصلك التصميم تبع Life Book سواء أنت اخترتي التصميم البوهو أنا رح شيل ورقة حتى أحكي لكم عنه التصميم البوهو سريعاً رح شيل ورقة من الـ Ring Binder تبعي هذا هو التصميم اللي أنك تعم بشتغل عليه خلال سنة 2023 وخلال سنة 2024 لكن لمدة تقريباً 5 سنين قبل كان التصميم اللي قبل Life Book هو هذا كمان مسميته Life Book 2020 أكيد سمعت بالحلقة قصة Life Book 2020 هاي هي الشفافيات يلي قلت لك عنا فيك تحطيها بالـ Ring Binder لو بدك تطبعي A4 تبعي والشقفة وفيك تطبعيه ملون كمان موجود بالـ Message اللي هي عناصر Life Book موجودين بنسخة ملونة لو بدك تطبعيه A5 أصغر حتى لو ما عندك Ring Binder بس حاسي أنه هيك أريح لك سواء بدك تحطيه بشفافية أو سواء بدك تقصيه أنا هيك بعمل بالنسخة تبعي لما بطبعها ملونة بطبعها هيك يعني بالعرض موجود هذا الـ Design بالـ Message ففيك تطبعيها A4 بهالشكل وشو ظهر بطلع لك الورقة بطلع لك فيها أربعة أيام يعني وشو ظهر ووشو ظهر وفيك تتنية هيك وتخليهم مع بعض سواء قصيتية ودبستيهم خرزتيهم أو مع قصيتية خليتية مثل ما هي عناصر Lifebook رح تلاقي بالـ Story على Instagram اليوم نزلت فيديو 3 دقايق هو تجميعة 3 Shorts لو حاب يوصل لك الفيديو الأصلي هو هذا كان تاريخه 2021 أعتقد هو نفس الرموز ونفس الشرح بشجعيك أنه تستخدمي هاي النسخة بالبداية لأنه فيها امتنان حلم برافو وفيها العدات تحت ياردك تكتبي فيها أرقام وفيها الـ Checklist مدى رضاكي عن هاي العناصر يلي أنت عملتيا هلأ ما رح ناخد وقت بالشارح تابعه مثل ما قتلك موجود الفيديو حطيته اليوم على اليوتيوب 3 دقايق رح تلاقيه بالـ Story على Instagram أو لو أنت هالا عم تابع الفيديو على اليوتيوب رح تلاقيه بسندوق الوصف Lifebook رح نكون عم نشتغل عليه من بداية اليوم طبعي الورق واستعدي جهزي أدواتك لورشة التسعين يوم وبتدي تعرفي على رموز Lifebook ولو بدك تطبعي التصميم البوهو بس لحتى أقلكن أنا ليش حولت على تصميم هذا التصميم يلي هو مختصر هدول العناصر العداد وعناصر تانية والـ Tracking period هاي رمز الفوطة الصحية لما كنت عم بكتب الأرقام هدول عندي على الموبايل على Application فاكتشفت أنه بعد فترة صرت عم بفتح Lifebook وإنسخ من الموبايل اكتب قديش أنا مشيت وقديش نمت وفكرة التراكينج محاليا مع الـ Perimenopause التراكينج موضوع الـ Period مختلف تماماً عن من خمس سنين لما كنت وصلت لسنة الأربعين أنا هلا عمري خمسة وأربعين سنة فالموضوع لا ينطبق عليه الـ Lifebook يلي هو هات لكن أنت بشجعك أنه تبتدي بهات يعني أنا غيرت بعد ما صار عندي Applications معينين تعملي كل هاللي كان يعمل ليه Lifebook لكن خليت لثلاثة الأساسيين It's up to you أنك أنت تعملي التراكينج على Applications أو تعمليه بال Lifebook فيه أهم ثلاثة عناصر هاي يلي مساحة الكتابة فيه كبيرة فلهيك أنا عم بنصحك أن تبتدي بهات هاد الكتابة فيه أقل فمثل هو بيعملك جزء من الشغل لحتى توصلي لمرحلة أنك عم تكتب كتير مثلاً بالامتنان يلي هني ثلاثة عناصر الرئيسيين يلي هني امتنان حلم Bravo أو امتنان حلم وعد أي أن كان اللي بدك تسميه العنصر الثالث في كتير أسطور في كتير مساحة للكتابة لكن موجودين هني الثلاثة يلي هني أهم اللي هني امتنان تكتبي أنت إشياء You're grateful لأشياء كل يوم تكتبي بالمساحة هاي الأصغر خمس إشياء أنت ممتنة لألا وباقي الشرح بتلاقيه بالفيديو تبع الشرح فوقعنا الأقرار وحكينا عن Lifebook لحتى نبتدي نطبع عدد من النسخ سواء رح تكتبي فيه يومياً رح تكتبي فيه مرتين بالأسبوع مرة بالأسبوع بحسة قليلة أنه مرة بالأسبوع بس أنا بحكي عن الأشياء اللي أنا ممتنة لألا بحسة قليلة لهيك بشجعك إذا أدراني تخصصي لورشة التسعين يوم أنه تكتبي كل يوم بLifebook دفتر التدريب اليومي بشجعك فعلاً أنه تطبعي ويعني ورقة الأفور الوحدة لو أبيض وأسود أو حتى ملون أبيض وأسود تكلفته أقل بتعملك أربعة يام تكفيك أربعة يام أنك تخصصي له وقت تكتبي فيه ممكن يوم أي يوم لا لو حسي أنه أربعة يام أوفرولمينج أو أنه يعني اللود رح يكون أتقيل شوية لكي الخمس محاور يلي رح نتناولها بورشة التسعين يوم أنا ما رح يحرقون هلأ سمعي حلقة بودكاست ريهميات لحتى تعرفي شو هني الخمس محاور أساسيين جداً رح يكون بيتناولهم بودكاست ريهميات بخمس حلقات على مدى الشهور لثلاثة اللي جاي وعرفتي أدوات الورشة شوية اللي نحنا محتاجينه لحتى تكوني عم تجهزين اسمعي الحلقة لو عندك أنغامي لو عندك سبوتيفاي لو عندك أبل بودكاست أمازون ميوزيك فيك تسمعي الحلقة مجاناً تماماً وكمان اللينك وصلك أكيد مع المسج تبع اليوم لحتى تبعتي كتبي لي بالكومنتات كلمة ورشة لأولا كل الناس اللي عم ينضموا لألنا بهذا اللايف ورشة التسعين يوم مجاناً تماماً الثلاثة شهور يلي جايين كتبي بالكومنتات كلمة ورشة لحتى نكون نتواصل معيك يعني تكتبي لنا أو تبعتي لنا على الإيميل بالكابشن رح اكتب لك الإيميل ريهمياتاتجيميل.com ورقم الواتساب كمان رح نكون خلال الورشة رح نحكي عن هدول الرموز شايفين هاي الورير ورح نحكي عن هذا الرمز كمان يلي هني موجودين معنا بالأقرار هدول فينا نعتبره اللوغو تبع ورشة التسعين يوم بس أنا بيستخدمه بشغلي عموماً لهيك هو بيساعدني هذا الرمز يلي رح نحكي عنه كمان خلال ورشة التسعين يوم وكمان بدي إليك أوكي هاي معلومة مهمة أنا كاتبتها إنه بدي أكد على تطمين بخصوص جروب الواتساب في ثلاث أنواع لجروبات الواتساب رح إليك يا هون سريعاً لحتى ما تكوني خايفة إنه هو النوع الأول أو الثاني هو النوع الثالث النوع الأول يلي هي جروبات يلي كل الناس شايفين بعض وكل الناس بيكتبوا فيها مثل جروب الموميز طبعاً للمدارس وما رح يكون الجروب يلي أدمينز أونلي لأنه بتبقى أرقام التليفونات مكشوفة نبقى شايفين أرقام تليفونات بعض النوع الثالث هو بيبقى اسمه برودكاست ما بحب استخدم الاسم حتى ما يحصل في خلط ما بين برودكاست و بودكاست لكن هو جروب بث يعني نشر خبر بتوصلك المسيج ولا بيبقى في أي مشاركة ولا بيكون باين الرقم ولا بيكون حدا قادر يعني إنه يكون مثلاً مليان كله كلام وأخده عطاء وبيستنفذ من وقتك هاي النقطة مهم جداً يعني الأشخاص يلي هلا عم يقولوا ما وصلني الإقرار ما وصلني لينك الحلقة لأنه ما لك عام لي سيف لرقم بودكاست ريهميات رح اكتب لك الرقم بالكابشن مهم جداً إنك أنت سيفيه عندك على موبايلك لو أنت ما نكي مسيفيه النمرة ما بتصلك المراسلات لأنه هذا النوع الثالث بعته كلمة ورشة كلمة واحدة حتى تقدري تستلمي الفايل الأقرار وتطبعيه وتوقعيه وتمضيه وتقدري كمان إنه تختاري التصميم الأنسب لألك بلايف بوك سواء رح يكون ملون سواء رح يكون عناصر رح يكون ملونين العناصر وتنضمي لورشة التسعين يوم شجعك فعلاً تنضمي لنا من البداية لو عندك أي استفسارات أي تساؤلات كتبي ليهم بالديمز أو بعطيهم على الواتساب 02-2012-79-709-719 لكل الأشخاص يلي اشتركتوا بورشة التسعين يوم نحنا عم نركز على هدول الكلمتين هيشكل من إشكال الصمود والمقاومة نحنا مع بعض عم نشجع بعض رح نتوحد بهذا الهدف لو سمعتوا الحلقة فتحياتي فعلاً لأرقام الأشخاص كلها يلي سمعوا الحلقة كان مشجع جداً أني لايك الأشخاص كمية الأشخاص يلي سمعت الحلقة والردي ولو ما سمعت الحلقة رح أحرص نحط لك اللينك بالستوري أو أنت بعتي ميسج واشتركي بورشة التسعين يوم كتبي بالكومنتات كلمة ورشة أو بعتي ميسج واتساب أو إيميل ورشة التسعين يوم إن شاء الله يكون باقي يوم كون حلو يكون ويكيند سعيد وآمن ونلتقي بباقي الحلقات تبع ورشة التسعين يوم بسهيك